أكد السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بصفته رئيس مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ لشهر مارس الحالي أكد التزام دول المجموعة الثابت بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وخلال كلماته في الاجتماع الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري أكد الرويعي أنه رغم الجهود المبذولة لمكافحة هذه الآفة إلا أن حالات العنصرية والتمييز العنصري وأشكالها المختلفة منتشرة على نطاق واسع مضيفا أنه ينبغي إيدانة مثل هذه الأفعال أينما وقعت وأعرب السفير عن قلق دول آسيا والمحيط الهادئ إزاء الارتفاع على المستوى العالمي في خطاب الكراهية الأمر الذي يشكل تحريضا على التمييز العنصري والعداء والعنف مؤكدا همية التصدي له بما يتماشى مع القانون الدولي والحاجة إلى تعزيز قيم التسامح والشمولية والاحترام المتبادل داخل مجتمعات الدول والعالم داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ملموسة لحشد جميع الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للتصدي لجميع إشكال العنصرية والتمييز العنصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر